اشتركوا في القناة الى مستويات قياسية لم يشهد المواطن المغربي من قبل ووصل سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون في بعض المناطق الى 120 درهمان ما اثار موجة من الاستياء والاستغراب في اوساط المستهلكين المغاربة وتفاعل العديد من المغاربة مع هذا الارتفاع الكبير عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعية معبرين عن قلقهم حيال هذا التطور الذي بات يهدد القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفئات الهشة منهم هذا الارتفاع الحاد في اصار زيت الزيتون وهو منتج اساسي على المائدة المغربية يطرح العديد من التساؤلات حول الاسباب الكامنة وراءه والتدعيات المحتملة على حياة المواطنين في هذا السياق اكد الزاز عبد العالي العضو بمكتب الفيدرالية البيوميهنية المغربية للزيتون ان قطاع الزيتون في المغرب يواجه تحدية كبيرة جراء التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد خلال الاشهر الاخيرة ما ادى الى ضعف الانتاج بشكل ملحوظ وارتفاع الاسعار الى مستويات غير مسبوقة اشتركوا في القناة